وعشان يعني ساعتين صالح ما أقول لا خلص الوقت فتبقى تعلق على الرابطة صالح ولا نروح للنهاية عشرين عشرين في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم وحي فيك بتال وحي حبيبنا أبو فهد يعني شكله أحلى الحقيقة هو في الستوديو شفت عيونك إيه إباءتنا أحلى هنا لا لازم يستمر معك في الستوديو بتال طيب ما أبدو بكل سرور كل سرور طيب بتجاوز كل اللي نعلق عليها أبو فهد وهو خبير في النواحي هذه لكن بتوقف على شيء يمكن لو حدث في المواسم السابقة كان انتقدنا فما بالك في موسم اجتمع فيه كل النجوم الحقيقة صحيح وأثبت فيه لاعبنا واللي الحقيقة نتشرف فيه وكل نجومنا وحقق موسم سطوري له سالم الدوسري بالتالي كان يستحق الأفضلية على النجوم والموجودين نجوم العالم وهذا بجمع الجميع الحقيقة فمثل هالمناسبة هذه أنا أعتقد أنه ليس من حق الاتحاد السعودي مش الاتحاد الرابطة اتحاد ما لا دخل بس هم حول بعض يعني اثنين بس ما لا دخل الرابطة الاتحاد ما لا دخل هذا شغل الرابطة والله أنا أعتقد المنطقة هذه يعني حنا ضيعين فيها لا لا الدوري للرابطة الدوري للرابطة هذا إذا كان نجاح فهو لهم إذا كان فشل رابطة عضو بالاتحاد صحيح عارف بالتالي عارف بس في الأخير في الأخير هم إذا كان ما لهم علاقة فهذا أيضا خطأ لكن في علاقة أكيد في التعليق في رئيس الاتحاد وفي أعضاء يقولون أراءهم في النجاح الدوري في الأخير كلها مجهودات حتى حنا مبرة يعني حنا معهم فبالتالي الحقيقة أنه مرتكبوا خطأ كبير كبير جدا في هالموسم هذا في حق سالم الدوسري طبعا هذا رأيي شخصي لكن أعتقد هناك جماع على أنه سالم حقق أفضلية على الجميع في هذا الموسم هذا